سوق طرى غاضبة طموح الإمارات في احتلال الجزيرة اليمنية يفجر غضبا شعبيا عارما ضد حكومة أبوظبي ولم يستطع أبناء الأرخبي للواقع في المحيط الهندي إخفاء سخطهم الشعبي المتصاعد إزاء تصرفات الإمارات الأخيرة في الجزيرة ففي عاصمة المحافظة خرجت مظاهرات منددة بتواجد القوات الإماراتية على الأراضي اليمنية وتعد هذه المظاهرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حيث ألقى المتظاهرون بيانا ندد فيه بتواجد القوات الإماراتية في الجزيرة داعين في الوقت نفسه إلى الحفاظ على طبيعة سوق طرى وبيئتها وتراثها وصونها من العبث والتجريف الاحتجاجات الأكثر غضبا بدت اليوم أوسع من سابقتها ومتسقة أكثر مع توجهات الحكومة الشرعية ومواقفها التي كانت طالبت خلال اليومين الماضيين بحلول عاجلة لهذه الأزمة استنادا لأهداف ومبادئ تواجد التحالف العربي في اليمن وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق بعد فشل مساعي لجنة سعودية بالتوصل إلى حلول وقالت إن الإجراءات العسكرية التي قامت بها دولة الإمارات في جزيرة السقطرى أمر غير مبرر النفوذ والتوسع الإماراتي وراء هذه الموجة الغاضبة في الجزيرة التي سعت من خلاله أبوظبي لتقويض السلطة الشرعية من خلال وكلاء محليين وليس في سقطرى فقط بل كما هو حاصل في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية المحررة وهو أمر تقول عنه الحكومة اليمنية إنه لم يعد بالإمكان إخفاؤه